كمدينة الملح التي يعيث الحزن فيها بدموع عيون مقهورة على سوء حال لا ضير أيضا أن تسمى مدينة العشوائيات وأن تتمدد سنوات عجاف على تفاصيل الخارطة العراقية عشرات الألاف من المواطنين بعد 2003 شيدوا بيوتا فأصبحت مدنا من الطين والصفيح على أراضي مملكة للدولة بغداد البصرة كاركوك بابل النجف عشوائية على اتساع البصر في بلاد تمتلك ثانية أكبر مخزون احتياطي للنفط في العالم ورغم عقد جلسات برلمانية طويلة في سنوات ماضية طويلة كذلك إلا أنها لم تصعف حلولا جذرية لعشوائية الحياة والمكان فأصبحت الشعارات عشوائية هي الأخرى في مخيلة أحلام العراقيين تقول إحصائيات نطق بها برلمانيون فيما مضى أن نحو ستة ملايين عراقي يسكنون العشوائيات في عموم محافظات البلاد بحسب إحصاءات سابقة ليست قديمة جدا فإن بغداد فيها نحو ألف ومائة وثمان وستين عشوائية تليها مدينة البصرة بواقع سبعمائة عشوائية تقريبا ثم محافظة نينوى فمحافظات الوسط والجنوب الأخرى أي ما نسبته 12% من العراقيين يعيشون في العشوائيات ومع توقعات بأن تلك المساكن تحتاج إلى قرابة 10 مليارات دولار كحد أدنى لبنائها وتأهيلها إلا أنها ملف صرح به قطنو تلك المساكن والملامسون لواقع مأسوي يضر بقطاعات مختلفة وخدمات غائبة تماما عن حياة العراقيين على أنه أثبت عجز حكومات متعاقبة وهي قضية تقف عقدة في منشار قص جذور الفساد والتراخي والترهل الإداري توضع أولوية قصوى على طاولة الحكومة الجديدة التي حركت أمانة بغداد مؤخرا لتحديد تلك المناطق لإطلاق عمليات تقديم الخدمة لها وفتح أزقتها الداخلية ليبقى الانتظار من ساكنيها أولا ومن مراقبي أداء الحكومة ثانيا رهنما ستقدمه الحكومة في ملف حول وجه العراق إلى مدن أشبه ما تكون بحياة بدائية يعيش أهلها في القرن الحادي والعشرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة